السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإزايكم عامل إيه وحشتيني جداً جداً إن شاء الله نهاردة هنشرح درسة من دروس تربية الإسلامية للصف الرابع لإبتدائي فاصل الدراسي التالي وهنتكلم النهاردة على الركن الثالث من أركان الإسلام فضل الصدقة والزكاة والفرق بينه طبعاً الأمر الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام ومعنى كلمة الزكاة هنبدأ بيها أولاً وهي القدر الواجب إخراجه لمستحقه من المال جزء من المال هيطلع من الفلوس بتاعي بس يطرق كل الناس هتطلع الفلوس دي بطريقة غير منظمة أو غير مشروطة ويطرق كل الناس تجب عليها إخراج الزكاة ده بقى التحديد الشرعي وهو أن هذا المال يكون بلغ نصاباً محدداً وبشروط مخصوصة نصاباً محدداً يعني إيه نصاب؟ نصاب يعني قدر من المال زاد على المال وهذا القدر تجب فيه الزكاة ومعنى شروط مخصوصة يعني إن المال ده مش هيطلع كده وخلاص لا ده فيه طريقة معينة وفيه مقدار معين حدده الشارع أو الشرع أو الله سبحانه وتعالى إن هو يخرج فيه وقت ده لإنه بلغ هذا القدر من المال وكمان هيروح لناس مخصوصة ولجهات محددة دلالة وأهمية الزكاة تأتي لأنها مقترنة بالصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تخيلوا قيمة الصلاة وقيمة الزكاة المقترنة بيها من الله سبحانه وتعالى وكمان في أركان الإسلام شهادتين ثم إقامة الصلاة وبعدها على طول إتاء الزكاة يبقى الزكاة هي مقدار معين من المال هيبلغ قدر معين حددهن الشرع وهيخرج لناس محددة أما الصدقة كل حاجة بيديها المسلم لغيره وبيتصدق بيها على غيره مال، طعام، شراب، ابتسامة، سلوك كويس أي جهة بيتقرب بيها إلى الله ولا يوجد لها شروط ولا يوجد لها تحديد غير مشروطة وغير محددة تخرج في أي وقت وبالقدر اللي أنت تقدر عليه أو اللي يطراء لك وانت تحبه الزكاة ركن من أركان الإسلام ركن أصيل من أركان الإسلام أما الصدقة ليست ركن إنما هي اختيارية، تطوعية ولها قدر وسواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى الزكاة بتكون في أموال محددة في الدهب، في الفضة، في السمار، في الزروع، في الأبقار، في الأغنام، في الإبل، في التجارة لكن الصدقة لا تجب في شيء محدد ممكن أتصدق بساندويتش، ممكن أتصدق بلعبة، ممكن أتصدق بلبس موجودة عندي زيادة، أو لبس أنا استخدمته، فلا يوجد لها أي شروط الزكاة ليها شروط محددة سواء من المال، أو من الزرع، أو من الثمار، أو من الدهب، أو من التجارة اللي عندي لكن الصدقة لا يوجد لها لا شروط ولا مقدار محدد تعالوا بقى نحدد الزكاة هتروح لمين؟ ومين هم الأصناف اللي حددها لينا الشرع، علشان تخرج لها الزكاة والزكاة من حكمة مشروعياتها إنها والصدقة بيحققوا حاجة اسمها التكافل الاجتماعي، تخيلوا لو كلنا بنساعد بعض، كل الناس الأغنياء، الزكاة هي مال من الأغنياء، أو حق للفقراء من مال الأغنياء، تخيلوا هيكون في وسطنا ناس فقراء؟ هيكون في حد محتاج، هنشوف المناظر اللي بنشوفها في الشارع، الناس اللي بتمد إيديها وبتحاول إن هي تاخد، هنشوف حد بيسرق؟ طبعا لا فالشرع لما حدد لنا مصارف للزكاة، مصارف يعني جهات، حددها لنا علشان يحقق ما بيننا مودة ومحبة وتقالف اجتماعي، ولا يوجد حقد ولا ضغينة من الفقراء على الأغنياء تعالوا نتكلم على مصارف الزكاة التمانية زي ما حددها لنا الشرع ربنا سبحانه وتعالى قال لنا نحن عندنا جهات بنوزع عليها الزكاة على وجه الترتيب في بعض الحاجات اللي أنا هتكلم عنها أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها مش موجودة حوالينا دلوقتي فالزكاة بنتحرد دقة فيها أن نحن نوصلها فعلا للناس اللي بتستحقها شرعا لأنها فرض أو واجبة للأصناف التمانية اللي هنتكلم عنها أول ناس هنتكلم عنها النهاردة يجب أو تجب لهم الزكاة الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هم دول الأصناف التمانية اللي احنا هنتكلم عنه من هو الفقير؟ الفقير اللي لم يجد حاجة أو عنده حاجات لكن لم تسد احتياجاته يعني بياكل وبيشرب وعنده بيت وعنده لبس لكن مش بالمستوى اللي بيسد احتياجاته ده أول حد يجب علي أن أنا أسعده أما المسكين هو الذي لا يجد قوة يوم مفيش أي رفاهية مفيش أي بيت مش لقي البيت والمقوى مش لقي لبس مناسب مش عارف يأكل ولا يأكل ولايد ومش لقي شغل ده اسمه مسكين وللأمانة العلمية العلماء قالوا نا إن بعضهم قالوا إن الفقير هو الذي لا يجد احتياجاته أما المسكين هو اللي بيجد لكن بقدر بسيط والبعض قال إن المسكين هو اللي بيجد لا يجد ما يسد احتياجاته أما الفقير هو اللي ما عنده الشيء فإذن الموضوع هو نسبة وتناسب لكن الإجماع إنهم الاتنين من مستحقي الزكاية لو ما فيش في دائرة اللي بيدفع الزكاية فقير فأكيد هيجد شخص مسكين بعد كده العاملين عليها كل الناس اللي بتشتغل في إيصال فلوس الزكاية أو في تجمعها أو في إيصالها لمستحقيها زي الناس اللي بتشتغل في المؤسسات الخيرية أو الناس اللي بتعمل في المساجد لهم حق إن ياخدوا رواتبهم من أموال الزكاية مين كمان؟ المؤلفة قلوبهم مين المؤلفة قلوبهم؟ المؤلفة قلوبهم زمان كان فيه ناس بتتدخل للإصلاح أو إنها تعين المسلمين اللي هم حديث الدخول في الإسلام على إنهم يقدروا إنهم تعينهم على الحال إنه لما كانوا بيدخلوا في الإسلام كانوا بيتركوا أموالهم وكانوا بيعادوا أهليهم وكده فكان فيه ناس بيشتغلوا إنه هم بيساعدوهم وبيقلفوا القلوب بين المتخاصمين وبيساعدوهم بمساعدات مالية في الحالة دي يجوز إعطاهم من فلوس الزكاية أو يجب وفي الرقاب طبعا كلنا عارفين إن الإسلام لغى الرق ولغى العبودية إنهم كانوا زمان في حاجة اسمها سيدة وعبيد الناس اللي هم كبار القوم أو الأغنياء كانوا بيتعاملوا إنهم سيدة أما الناس البسيطة الفقراء اللي كانوا بيشتغلوا عندهم كانوا بيعملوهم عبيد معاملة أشبه بمعاملة الخدم أو أسوأ تصل البهائم في البيع والشراء وإنهم ما بيكلوش معاهم ما بيكلوش زيهم مش بيقعدوا معاهم بيوتهم غير بيوتهم فالإسلام لما جاء لغى هذه العبودية وأصبح كل الناس سواسية وكل الناس زي بعضها وهنا بنقول إن في الرقاب الناس اللي بتعطيك ركبة في الإسلام كان فيه ناس مسلمين زي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وما عمل مع سيدنا بلال واشتريه وأعطقه في سبيل الله لما دخل في الإسلام علشان يرحمه من التعذيب اللي تعرض ليه والبند ده ما بقاش موجود دلوقتي أو مش هنقدر إن إحنا نوصل للناس دي دلوقتي لأنه مش موجود لكن هنقدر نلاقي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وعندنا بند مهم جدا وكتير بنشوف إعلانات في رمضان في التلفزيون بتتكلم عنهم وهم الغارمين من هم الغارمين؟ بمنطقة البساطة الغارمين ناس عليها غرامات يعني غرامة ناس اشتريت حاجات لحاجة ضرورية ومضت على نفسها شيكاة وقالت أنا هدفع الفلوس دي مش هدفع فلوس دلوقتي بس هدفعها في وقت تاني وحددته لما جي موعد السراد ما قدروش يسددوا الفلوس دي فتحبسوا في السجن ففي ناس كتير جدا جدا مظلمين وموجودين في السجن لهم حرمية ولا لصوص ولا عملوا أي حاجة غلط ولكنهم فقراء ما معهمش فلوس تسد احتياجاتهم وتسدد الديون اللي عليهم دول بنسميهم الغارمين نقدر ان احنا ندفع عليهم الفلوس دي بك ونطلعهم من هذا السجن وفي سبيل الله اللي هو دفع هذه الاموال للناس اللي كانت بتدخل في الاسلام لكي تدافع عن الاسلام طبعا كان فيه جيش ايام المسلمين الجيش ده كان عنده المعدات بتاعت الجيش اللي بيحتاجها والحصان وكل شيء وكان بيحتاجوا من التدريب انما فيه شباب كانت بتتطوع في اللي ده للدفاع عن الدين فدول يستحقوا ايضا اموال الزكاة اذا عندنا كده الزكاة هي قدر من المال بيبلغ قدر من قدر محدد حدده الشرع اتنين ونص في المية وهذا القدر القدر ده بيخرج لنيس تمانية ربنا حددهم لنا اما الصدقة هي لها اجر عظيم بتخرج هذه الصدقة لاي انسان في اي وقت وبدون اي شروط وبدون اي تحديد اذا الزكاة والصدقة يستحقوا ان احنا نشتغل عليهم كويس جدا في رمضان ولو باقل القليل باي حاجة انت بتحبها ودايما نفتكر قول الله تعالى لن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحب يعني من كل الحاجات اللي انت بتحبها واكتر حاجة بتحبها هي دي لتتقرب بها الى الله يبقى هنا الجدول ده هارد لكم فيه الفرق بين الزكاة والصدقة الزكاة ركن من اركان الاسلام اما الصدقة ليست فردا وانما تطوعية واختيارية الزكاة تجيب في الاموال والذهب والفضة والزروع والثمار اما الصدقة لا تجيب في شيء محدد الزكاة لها شروط محددة ومقدار محدد من المال اما الصدقة ليست لها شروط او مقدار محدد الزكاة لها مصارف ثمانية اي تخرج الناس باعينهم اما الصدقة تعطى لأي شخص اتمنى تكونوا استفدتم من الدرس ده بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته